مرحبا بكم في قناة مطبخة اليمسان اليوم المطبخيج أريدكم طريقتي كيف نحتفظ بالطمر وكذلك كيف نحتاج العادة الطمر باش كي نحتاجها نصيبها واجدة باش يلار بيكتب نخدم بها المأروض المعمول للبراجة والغطوط الطمر كان عدة وصفات اللي نحتاجوا فيهم العادة الطمر خليكم معايا باش شوفوا الطريقة هناك كانت عندي كمية من الطمر بالطبع نحية الهنوات ونحية تحت ذاك الشابور اللي يجي من فوق طع الطمر ونقيتها هلا دا تكون عندكم الطمر هذيك حميرة اللي تنبع شلوها البنات شلوها ما ديك الغبرة وعملوها تقطر الانهر لا هذي ما شللتهاش على خاطر كانت عندي انقية وكما راكم تشوفوا معايا البنات في هذا الجزء من الفيديو شريت هذي زوج انواع تعجينة الطمر وكنت ميزوا غاية لغاية نفس الاسم البنات أنا غشيت حسبت نفس الاسم إذن قلت نفس النوعية طع الطمر جربتها وخدمت بها البراجعة وبرتني قلت تحتفاف عجينة الطمر مليحة طرية ما فيهاش العظم الداخل ما تحننهاش بها بالعظم وقلت شوكو حتى ما تتبخرها ما ولو ما تطحنها ما ولو غبيت ديك تتخدمها وتقول لي معانا طرية ما كاللاش نزيد نعيه راسي ونشري هذيك الطمر حميرة ونعاود حسب تراسي افزة امشيت شريت هذيك الباكية الزوجة ما ميشت بالتيكي ماشي كيف كيف وحده عندها تيكي في الرئيق واخرى تيكي في العريق ساعة مع الاسف مع الاسف هذيك الباكية الزوجة تيكي ديرها عريق أس نقول لكم البنات عليكم وعلى الحجر ماشي طمر هذيك خسارة هنا انا نجبت الغبو هذي الغبو اللي انطحنه في الحم نعمل بها الكفتات الحم بديت بها ديك التمر اللي كانت عندي منعية انطحنت معي بكل سهولة على خاطر كانت عندي معسلة عاود مشيت انطحن هذه الدمرة هذي الباكية المحلولة حتى هي نطحنت اللي بكل سهولة على خاطر كانت عندي طرية أنا جيت هذيك الباكية مبلعة هذيك جديدة أسأل نقولكم أنا بديت نطحنها وهي كما أحبت تنطحن حتى خفت على الغبوض يلي نحقري لمشي لخسارة على خاطرها حتى قلت تفيحلة كامل اللي شريتها كان بسيف عليها نمشي قبل نبخرها عادة نطحنها مين الأفضل بنت؟ مين الأفضل؟ نعاو نأكد معاكم دايما دايما ما تقدوش تحكموا على نوعية الطمر بخرة طمر قبل ما تطحنوها باش هكذا ما تحرقوش الغبوض يليكم نعود معاكم هذي النقطة جيت مهمة سواء البنات شريتو الطمر حب هكذا هذيك النوعية تخسلوها ونقيوها وفوتوا بخروها عادة فوتوا باش تطحنوها ولا شريتوها هكذا كأدواج دا وتحبوا تزيدوا تطريوها وتطحنوها حتى هي قبل بخروها عادة فوتوا باش تطحنوها ما تطحنوهاش وهي هكذا كبير دا تطحنوها حتى تكون عندكم بخرة باش تعاونكم كي تكونوا تطحنو فيها وما تفزلكمش الغبوض يليكم انا هنا بخرة كام هذيك الكيميات على الطمر راني خلطتهم كامل جميع جميع جيتني زوج كيلو تاع عجينة على الطمر اذا زوج كيلو تاع عجينة على الطمر عملت هكذا زوج مع الاقبار تاع المغغين كانت عندي تريا بدرجة حرارة المطبع تطحنوها ثلاث معالق كبيرة تاع ماء الزهر هذا ماء الزهر يخلي هذيك العجينة على الطمر ديالنا الطرية وكحتين اقليوها ولا نطحوها في الفرن ما تيبش معنا كي تفقد منها كميات على السوائل تبقى معانا طرية ملعقة كبيرة تاع الارفة غبرة انا نحب لعادة الطمر غيب البنة تاع الارفة غبرة اللي حبي يزيد لها شوية ارنفل ولا شوية كبابة يزيد لها انا ما نحبش كامل زيد لها اضافات واحد اخر نحبها غيب البنة تاع مازهر والارفة ونبقى ندخل هذيك المكونات في اللي كانت عندي سخونة كنت نستعمل هكذا ملعقة منا الخاشب نحاول ندخل كامل مكونات عاود كنحساب اللي شوية ولا تلافية ونقد نخدمها ابيضية بقيت نعجنها غيل هكذا ابيضية شوفوا عندي طرية لخاطر عندي مبخرة ونحاول نخلط غاية الغاية كام هذي المكونات اللي تكون عنده الكمية غي كيلو تعتمر يعمل نصف المقادر يعني يعمل غيم علقة كبيرة وحدات الماقرين يعمل نصف المازهر حتى يزوج مع الاكبار تمازه المعليش ونصف ملعقة كبيرة تل ارفع وغبرة من بعد اللي عجنت مليح مليح هذي العقدات على التمر وغلت اللي شوفوا طرية لها تحتيت دية نخليها هكذا تبات في المطبخ خليلها كاملة تنشف وهذي يوم الغد شوفوا كيف شول اللي قوام ديرها متماسك في اللي اللي تكون عندنا تريح تركونا عادل بخرناها وعجلناها وكي نخليوها هكذا تبات تريح شوية تعاوننا في الخدمة شوفوا تشكل معنا بكل سهولة نقدو نشكلها حربو شكورية الشكل اللي نحبوه تعاوننا بزاف في الخدمة ما تبقى تلصقنا في دينا موالو شوفوا ولا تحصلوا هذي العقدات على التمر تكون تلصق لكم في ديكم تقدو تدهنوا يديكم بحشوية عزيت وضع نفوتوا طريقة الاحتفاظ كيفاش نحتافض بهذا العقدات على التمر باش كي نحتاجها نصيبها واجده إلا ربي كتب ان شاء الله في العيد لاني ما شنخدم شوية تل مأرض نصيبها واجدهن كن نحيتها مطرئ انا كي يكون هكذا شعبان او لا ان وجيتها وننحيها مطرئ إذا نفدوا هكذا الفيم أليمانتار نفدوا كميه كدا نحلوه فوق هكذا طاولة العمل نبخل لديه كميه 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 لعقدات التمر نفضل هذا العجينة لأينا وطريناها ونصيبها نشاء الله بإدنيه لكي الحسنة ونبدأ نعمل بها مباشرة منعجن فيها ونبخرها ونعمل واجده ونضعها في الفيلم ونحاول نلف على هذا الفيلم ونحكم هذا اللي فيه نضيّر عليها غاية الغيو ونشكل هذا الشكل مربع أو مستطيل ونحتفظ بها في المجمد ونقوم بها لكي لا تحمل بنفس الطريقة نعود نسكت ونعمل حبات واحد اخرين اذا نفض كمية فيلم أليمانتر نضعه فوق طاولة العمل ونحاول نشكلها الشكل مربع أو مستطيل ونحاول نطبقها ونلف على هذا الغيشاء بلاستيكي وكين كون الفعلها عادة نفوتون ونقص بالميقص ونحاول نحاول كم هذا الهواء اللي يكون في قلبها ونطبقها ونعطيها الشكل مربع أو مستطيل باش كين حبه فوق خطها ما ترفض ليش البلاست بنفس الطريقة نكملو ونشكل هديك عدينة التمر على شكل مربعات ويجاوني في المجموعة نرفض كل زوج باكيات ونفصلين ونفصلين ونقص بالكونجلاتور لكي لا يتمكن البنة المجمد في هذه العدينة ونحاول نعطيها زوج بزوج تأكلوا كل واحدة في شكل لكم الأختيار لانها جمعتهم من الزوج في أربع شكل واحدة ونحاول نحاول نحاول لنضع الباكية وليست غير ملص ونحاول فوق خطها ونحاول نحاول كامل البلاست في المجمد هكذا نصيبها سهلة مهلة ونقص عليها بزافة العداب وتأدوا البنات حتى تعملوها كمشروع هو مشروع جيد مربح بسحيلة خدمتهم مشروع لا تعملوش فيها مظهر لكي لا تفزج معكم هذه عدينة التمر وتبقى المدة طويلة وتوزنهم تعملو كميات كيف كيف متساوية عملو كل طل عملوها في باكي وشوفوا السعر على حساب المنطقة وكانت هذه هي الطريقة اللي نخدم بها العدينة التمر ونوجدها نهاديم تحضيرات رمضان جد بسيطة ونحاول هي بزاف تلعية وتعال التعب ونصيبها واجدة وكل حسنة وكذلك من بين التحضيرات اللي نخبيهم في شهر رمضان الكريم نشاء نقضي شوية تعتمر كما يقضي شوية تعتمر لاربي حيانا الرمضان كيفاش نعملها نخبيها حتى هي في المجمد هنا هي السعر لها مليح لها بين 30-40-50 يعني مش ليها 80.000 للكيلو كما اشترك في رمضان توصل حتى 80.000 للكيلو نحتفظ بها في المجمد كيفاش نعملها نبدأ يقضيها مباتل بلاستيك ونبدأ نسدفهم هكذا نبدأ إذا كان عندي هذك العرجون طويل نقصو بالمقص ماذا بيكم عادة تشوفوا هذك بخط مونجي يكون عندكم كبير على حساب العرجون أنا فتغيل هذك صغير ونقصو بالمقص ونقصو بالمقص بصح الفكرة اني من كل طبقة وطبقة نعمل هذك الكيس بلاستيكي اللي نسيبوه في الديول هذك الشكاية البلاستيك اللي نسيبوه في الديول أنا من سيبهم نحطو مكداب بين طبقة ستعتمر باش كي نجبت 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 كامل أبسانسي بكام التمر لسقاب بيناتهم نفرق بينات طبقات على حساب الكيمية اللي نحب بيناتهم هذك الشكاية البلاستيك كانت هذي هي الطريقة اللي نخدم بها العادة على التمر طريقة سهلة مهلة ما ترفضي البلاس في كونجيلاتا ما والو وكما نحتاج نجبت غيب القردة ونسيتم بالنسبة للعجينة التمر كان يزيد لها الجلجلان والأوء أنا منزيد لهاش كذلك هذي هي الطريقة اللي نخبي فيها التمر وكي نحتاج هذا التمر هناني عاد ما خبيته كونجيلاتا الصح كي تحبوو تجبدو تجبدو غير حسب ما تحتاجو وترجعو الكاميرا اللي بقت في قلبهم مجمد مش بسيف عليكم تاكلو كامل ابصر وضربة واحدة انتمنى ان الفيديو تنهال يكون فاتكم ولو بالقليل ولا عندكم شي تدبيات واحد اخرين ولا افكار واحد اخرين ما دبينا نتقسموه في كومنتاق اولولي ربما حتنا يساعدوني ومرة واحد اخرى نتعلم حتنا منكم وتقدروا بطاقة من فوق العلبة وتكتبوا فيها التاريخ تعفوه وتحيطه في المجمد باش هكذا تعرفوا شحال يبقى المدة في المجمد نتمنى ان الفيديو تنهى اليوم يكون للاعجاب لكم ونشوفكم فيديو اخر بادني لها